موسيقى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيد الرسول الله السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى بركاته مرحبا بكم أخوة الإيمان والإسلام في لقاء جديد من برنامجكم نسمات الروح على قناتكم قناة الحياة نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا على أتم نعمة وعلى خير حال الحياة يعني أنا كنت راجع مبارح من المملكة العربية السعودية كنت في تشيع جنازة أخ أكبر ووالد محترم يعني وربي الأمس في جدة ورحمة الله علي يعني رحمة واسعة هذا الرجل كان نموذج للديبلوماسية العربية في أبهى صوريها كان رجل فاضل وكان رجل خير وكان رجل محترم وكان رجل عاقل وكان يحترم كل الفئات المصرية بكافة أطيافها وأنواعها شأن صفراء المملكة العربية السعودية بمصر بشكل عام والحقيقة كانت الزكريات وفي مصر الزكريات طيبة وكان بيعمل يعني منتدى أسبوعي عنده في البيت بيجمع فيه المثقفين والعلماء والمفكرين والأدباء والإعلاميين وكان بتدور حلقات نقاشية عنده في منزله كلها ثراء ومعرفة وفكر ولطف وكان رجل دين وعلى علاقة جيدة بالله وكان يتسم بالوسطية والاعتدال والبشاشة التي تملأ وجهه الكريم رحمة الله عليه رحمة وسعى الشيخ خشام ناظر كان يعني موت خسارة فادحة ولكن هذه إرادة الله عز وجل وكل من عليها فان وابقى وجهه ربك ذو الجلالي والإكرام رحمة الله عليه والحياة يعني إنما عاوز أقول إن الزيارة الخطفة عشان أشترك في الجنازة ورجوعي على مصر شفت فيها يومين اتنين شفت فيهم أمثلة كده عجيبة من الأحداث لازم أقول لكم عليها يعني أنا لاحظت الحقيقة إنه يعني بعد الجنازة كانت الجنازة جنازة مهيبة في مقابر اسمها مقابر أمنا حواء في جدة واشترك فيها عدد رهيب لا تتخيلونه من أبناء المملكة العربية السعودية من داخل وخارج المملكة ويمكن كان أبرزهم كان الشيخ صالح كامل كان موجود في الجنازة واكتظت المقبرة بالمشيعين في صمت وخشوع وهدوء وسكينة وبكاء على الفقيد الغالي رحمة الله عليه الشيخ هشام ناظر العجيب نعاوز أقول لكم أنه يعني حالة الحرص على المشاركة في الجنازة بتعطيك انطباع بذوبان الناس كلها في قلب رجل واحد كله كان ينظر إلى الحفرة التي دفن فيها الفقيد على إنها هي النهاية الحتمية التي سيقابل بها الإنسان وربه أدي إيه الإنسان بسيط المقبرة يعني عاوز أقول لكم كلها عبارة كلها واحد مهما كان وضعك المادي مهما كان مركزك الاجتماعي مهما كانت درجتك الوظيفية المقابر كلها واحد أنا بقولي الكلام ده لعباد لعباد الكراسي بقولي الكلام ده لعباد المناصب بقولي الكلام ده لعباد الأبهة الدنياوية والفخر الدنياوي والله كله بشكل واحد لا يتجد مقبرة تميز عن مقبرة أخرى على الإطلاق على الإطلاق عبارة عن أرض بتتحفر مربعات مربعات بتتحفر بتفتح غطب بينزل في حفرة اللحد وتقفل عليه وتريدم عليه ما تعرفش قبر ده من قبر ده من قبر ده ده بشكل فيه نوع من أنواع المساواة الحقيقية بين الأموات قال تعالى وَنَا قَدْ يَجِئْتُمُونَ فُرَادَ كَمَا خَلَقُنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةَ وَتَرَكْتُمْ مَخَوْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُرِكُمْ الحقيقة هنا بقى الحقيقة زيارة المقبرة بتكون ليها تأثيرها إنما لما تشوف بقى رخام وتشوف الشواهد المعمولة بالألباستر ولما تشوف النجاة المدلة في المقابر لما تشوف السجاد الأطيف والمفروش على سلم المقبرة ولما تشوف أنهي آخره أنت حتفكر فيه ده أنت داخل على مكان ما تحلمش أنك تسكن فيه مقبرة عندنا هنا بعض المقابر إنما مقبرة تيتمنى أنك تسكن فيه شوف رغم أنها مقبرة لكن من حلاوة وقبهة الفرش المعمول العظيم يعني هنا أتفكر بآخر وأنا أتفكر بغيره فطبعا المسواف القبر دي أمر ملفت للنظر أمر جميل لطيف جدا الأمر الثاني اللي لافت نظري إحنا عندنا في مصر عادة كريمة جدا ونحمد ربنا عليها إنما بعض الشعوب قد تختلف معنا فيها وإن إحنا بنقف ندي على القبر يعني متعودين إن إحنا ما بيدفن عندنا حد ويرح واحد واقف أي الكلمة وهذا كلام مستقى من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن واحد يقول كلمة شيخ يقول كلمة ويدعي والناس تؤمن وراءه هذا لما هذا الأمر من المستحسنات اللطيفة جدا اللي إحنا شفناها لما وقف النبي عليه الصلاة والسلام يعظي الناس بعد موت عثمان بن مزعون رضي الله عنه أرضاه وقف النبي عثمان يذكر الناس بالآخرة ويقول إغالي استغفروا لأخيكم وصلوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل فانقسم العلماء إلى قسمين قسم قال لك كل واحد يدعي في حاله وقسم تاني قال لك لا واحد يدعي ويعلم الناس يقولوا أمين وراء إحنا من قسم التاني ده إحنا بندعي والناس بتدعو راءه إنما طبعا في المملكة بيدعو كل واحد لحاله بيوقفوا مقدار ساعة بعد الدفن وكل واحد يدعي اللي بيقرأ قرآن اللي بيدعي اللي يوقف يتأمل في صمت في حالة خشوع وأنا رحت الحقيقة واتبعت الإسلوب بتاعنا في مصر ودعيت على المقبرة البعض أمن معي والبعض كانوا يوقف بسيس لمستغرب المهم أنا نفسي اندهشت إن مش كله بيأمن على الدعاء لحد بعد الجنازة عرفت الموضوع أنا عمل أدعي 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 ذكرت الناس بالموت وبعزة الموت وأعدت أدعيه واللهم أغفر الله ورحمه اللهم ألقينه حجاته هو أبدد غرباته هو أذهب وحداته هو أسكن وحداته هو الدعاء العظيم الجميل اللي احنا بندعيه اللي ينسأل الله أن يرزقنا بحد يدعينا بعد موتنا فيه اللي أنه هم مش كلهم أمن إنما معظمهم أمن يعني بأدب وخشوع وبعد ما خلصت فبسأل يعني الأصدقاء هناك إيه الموضوع قالوا لي والله إحنا مش متعودين على كده لكن الحقيقة إحنا أمننا استجابة لدعي الخير وجزاك الله خيرا أنت أسلكت صدرنا وقلوبنا بدعائك للفقيد عدت تأمل هذا الأدب وهذا السمو في المواطن السعودي اللي بقدم له على الهوى كل التحية والاحترام واحد شيخ مصري بيعمل حاجة من عادات الدعاء هم مش واخدين عليها لو طنع واحد بقى يقولك إيه ده شيوخ الفضائيات ولا طلع واحد يقولك إيه لا 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 أسيبك منه ولا طلع واحد يقولك يا أخي إنت ولا طلع واحد يتخلق معايا ولا طلع واحد يشتب ولا طلع واحد يشكك ولا طلع واحد يتاريق ولا طلع واحد يتهكم ولا طلع واحد يسفه ولا طلع واحد يغلط ولا طلع واحد يجرب ولا طلع واحد يتطاول إيه الأدب ده إيه الأدب ده يعني دعوني على الهواء أحيي كل مواطن على أرض المملكة العربية السعودية ده أدب ده نوع من أنواع الرقي وأنا عاوز أقول أنه هو ده السلوك الصح السلوك المزبوط أن العالم كله طبعا يعني عندنا والحمد لله نفس الدرجة من الأدب ونفس الدرجة من الاحترام ولا شك أرجو أن ما فيش دولة أو حد من رعاية دولة لما يسمع أننا بمدح في السعودية بقى بتطول على دولة تاني لما بمدح في مصر بقى بتطول فضونا بقى من الفكر ده لأنه لا قيمة لا فأنا عجبني جدا مشهد استقبالهم للمخالف لاحظ مشهد استقبالهم للمخالف استقباله المخالف باستقبال هادئ متزن صامت ويعني ابدأ للرأي بنوع من احترام العالم احترام الشيخ احترام الداعية احترام ده اللي عاوز أقوله وده اللي عاوزين نحرص عليه احترام المخالف ده هو ده اللي احنا عاوزين اصاله في الناس ازاي تعلم ابنك وتعلم اخوك لما يكون قدامك راح انت مختلف معاه في الرأي ازاي تحترمه وتجله ولا تقوم بازاحته او التخلص منه او يقول لك لا ده جاي احتل مكان الشيوخ عندنا ولا لا لا خارس خارس كان الجنازة مليانة علماء بمنتهى الابتسام وقالوا لي جزاك الله خيرا زكرتنا وطمأنت قلوبنا ويعني كان فيه شعور نطيف جدا الحاجة التانية اللي لحظتها في اول امس انا عاوز اقول جدا غرقت قد اللي حصل في الاسكندرية تلات اربع مرات انا بكلمكم كلام بقى انا شفته بعيني ومعايا افلام قد كده متصورة عن طريق موبايلات يعني فانا بقول لحضرتك مش بتكلم بقى مزاح لا ده غرقت 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 سيول سيول زي ما قلبك تخيل ممكن تتخيل ايه العربيات كانت بتجرف كأنها ورق كوتشينا كده ولا ورق ولا كياس شيفس دي كياس بطاطس كده العربيات كانت بتتخبط في بعضها المياه وصلت للدور التاني في بعض العمارات المدارس توقفت الوظائف الحكومية كلها والهيئات الدور الحكومية كلها توقفت الوضع غير عادي غير عادي بقول لحضرتك الانفاء اختفت عربيات اختفت تحت وعربيات اتحرقت في الشارع تشوف بقى حضرتك الازمة وكيف يتم معالجتها عاوز اقول لكم امانة جدة في 24 ساعة اقسم بالله زي ما بقول لكم 24 ساعة كانت شفط المياه مخلصة الدنيا دي كلها في 24 ساعة في 24 ساعة تاني يوم ما كانش فيه حاجة خلاص يعني انا فيش شيء يذكر غير بعض الحاجات البسيطة في بعض المناطق انا عاوز اقول لك والمرور رجع تاني ووصلت من من المكان من البيت لحد مطار جدة ما فيش 45 ديئة ما فيش اي مشاكل في حاجة ولا عطلة ولا يعني امانة جدة بزلت جهد غير عادي ازاي عملوه مناموش كل واحد عارف رايح فين بيعمل ايه وكل الكلام ده تشكر امانة جدة على اللي عملته مجهود عظيم جدا رغم ان فيش هكاوى طبعا المواطنين حقهم يشكوا يتضرروا لكن انا المواطن بقى اللي لفت نظري برضو خلينا نتكلم بصراحة المواطن بمنتهى الوضوح والجمال والحلاوة حاجة عظيمة جدا بقوا ميبعاتوا نداءات لبعض اللي عنده عربيات اللي هي الجيب السفاري دي العربيات العربيات اللي بتقدر اللي هي العربيات العالية يعني يبعاتوا البعض على طول انزل حالا انقص حد في الغرقان في المياه ولا انقص حد عربياته عطلت وسط المياه والله العظيم يا جماعة قسما بالله بقوا شباب زي الورد الله يبارك فيهم ويكرمهم شباب سعوديين نزلين بعربيات من كل اتجاه من مين اللي ندلهم ومين اللي ضمرهم نداء الحق سبحانه وتعالى اللي ايقص ضمرهم كل واحد نزل نزلوا اطروا العربيات اللي عطلان كل واحد يشوف واحد عطلان يروح داخل عليه اطر العربيات بتاعته او يركبوا معاها او ينقذوا خلصت المسألة البلد بحالها تحولت الى خلية نحل لانقاذ الناس بقت فيه ناس بتفتح بيوتها عشان تنقذ الناس اللي معديين بقى فيه ناس تعمل معرفش ايه بقى فيه ناس عاملين ينزلوا يتبرعوا ويجيبوا سألات ويحطوها في قلب الطريق بقى فيه ناس تغير الطريق بنفسها كما لو كانوا رجال للمرور بقى فيه ناس وقفة ببطاطين عشان تنقذ الناس اللي دهمتهم سيول او دهمهم المياه بقى بقى فيه الناس عملت ترشد الجهات الامنية والجهات المسؤولة مع بعضهم عملوا خلية نحل حولوا الجروبات بتاعت الموبايل بدل ما تكون جروبات للنميمة وقالوا وقلنا وروحوا وروحنا وجيل وجنة وشافوا وشفنا حولوها لجروبات اغاسة اللي يعرف يا جماعة حد في طريق كذا كذا يحذر منه بسرعة لحسن فيه هناك ما عرفش ايه يا جماعة الكلام ده حصل الكلام ده حصل انا شفته في 24 ساعة الموضوع انتهى في 24 ساعة التعاونة الحكومة وتعاون الشعب كله تعاون وتلافه ازمة شديدة جدا بشكل غير عادي بدل ما يفكروا في الاطاحة مسؤول وبدل ما يفكروا بالاطاحة مع تقدرنا الكامل للجميع يعني انا لا بدافع عن حد ولا بهاجم حد انا بشيد بحد عشان بس تبقوا فاهمين كلامي في الاطار الصحيح لان انا عارف بعض المغرضين للأسف الشديد انا تعودت على حاجة زي كده بقيت بضرب كف بكف المهم نزلت بسلامة الله الساعة تسعة مساء تسعة ونص وصلت الطيارة ونزلت وقعد وقف مستنى الشنط ان لو التليفون جاي ايوة احنا برنامج الاستاذ واقل الابراشي عاوزين تعمل معنا مدخلة لموضوع الطلاق الشافوي كلام جميل جدا لسه نزل بقى يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم عارف حضرتك لقيت في التلفزيون المطار بقول ايه نسرين بنت بتسأل كانت سألتني هي الطلاق الشافوي قلتلها الطلاق الشافوي لا قيمة له وده اللي انا بقوله في كل مكان اللي يقول لمراته انت طالق اهو واضحة وشك من غير انفعال ولا حاجة وما جابش مأزون كلامه لا قيمة له دي فتوى انا بقولها وحتى حمل مسؤوليتها بينها دي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة انما الغرض انه اتقال او مكتوب ايه نسرين ضحية لاحظ بص ركز معاي ضحية creatور الشيخ خالد الجندي ولدرجة انه واضح ان الاستاذ والابراشي وهو نفسه ضحية الاعداد لان الاعداد نفسه بيقول له ايه ضحية الشيخ نسرين دي وقت ضحية فقال احنا معانا الاخت نسرين ضحية فتوى الشيخ خالد الجندي اللي يقول نسرين ايه المشكلة كذا كذا فالبنت دخلت قالتله ده هو الشيخ خالد الجندي اللي انقذني ده كل الشيوخ اللي رحت لهم قالولي انت طالق وبيتك تدمر وعيالي راحهم وعندي تلت عيال وعاوزة ربيهم وانا عند ظروفي صعبة الشيخ خالد الجندي اللي اسمعني كتر خير قال لا الله هو الأستاذ وقال الأمراشي نفسه استغرب قال لا الله يعني الشيخ خالد الجندي عاوزة تقولي انه هو الوحيد اللي جاء وجدلك حلقت له ايوة بالضبط هو اللي وجدت لحل فالكلام كان واضح لكن والست قالته بتاعه بدار نقاش من امتع ما يكون عاوز اقول لكم يعني من امتع ما يكون انا قلت له انا لما عملت المدخل انا قلت له ايه المشكلة في ايه يعني هو اللي يعمل كارثة هو اللي على رأي سيدنا العز بن عبد السلام يقول لك انما العلم الرخصة اما التشدد فيحسنه كله احد بس ظهر انا متعود ان في بعض الناس عاوز يعمل مشكلة يا جماعة قبل ما اتكلم في اللي حقوله دلوقتي انا عاوز اقول لكم ريحوا نفسيكم يا مشايخ لو كان حد فيكم اعتقد ان انا راسم ابقى وزير اوقاف يبقى غلطان لانه والله ما هيحصل اعمل ايه اكتر من يمين ربنا هقول لكم ايه اكتر من يمين ربنا انا لعاوز كرسي تلات حاجات تلات حاجات بس اشانا اقوله لكم وشهدوا علي بيه انا لعاوز كرسي يعني مش عاوز منصب ولا عاوز فلوس ولا عاوز شهرة بس كلام واضح الحمد لله رب العالمين انا مش محتاج حاجة من التلاتة لان ربنا اعطاني ما يغنيني انا مش محتاج حاجة من حد وبالتالي علشان خطري ما تخافوشي لما اقول فتوى انا عاوز بس المشايخ لما يسمعوا مني فتوى اقولوا اه يا عم بقى اصله هو انا مش راسم يا مولانا والله العظيم ورب الكعبة اقسم بالله وحق لا اله ومن رفع السماء بلا عمد ولم يكن له شريك او ولد انا لا راسم لا على منصب ولا على فلوس ولا على شهرة اعظني الكلام كده واضح فما تخافشي لما تسمع مني رأي في فتوة ما اعرف اني انا الرأي ده رأي مجرد انا ليس ورائي خلفه او ليس خلفه مني اي مصلحة ذاتية لما تكلم على حقوق المرأة في الاسلام يبقى تأكد ان ما عنديش مصلحة لما تكلم على حقوق الطفل في الاسلام تأكد ان ما عنديش مصلحة لما اتكلم عن المعاملات البنكية تأكد ان ما عنديش مصلحة لما اتكلم عن قضية من القضايا الوطنية تأكد ان ما عنديش إلى آخر هذا الكلام وعاوز أقول للسادة المشاهدين والمشاهدات أنا من عصر سيد الرئيس المبارك الرئيس السابق لجمهورية مصر العربية وحضراتكم كانت بتعرض علي مناصب بين الحين والحين وكنت أرفض وبإصرار وكان آخرها ما عرضوا علي ومش حافص عنه فضيلة الشيخ سيد تنطاوي شيخ الأزهر السابق رحمة الله عليه وغفر الله له نزيل المدينة ومجاور صحابة رسول الله رضي الله عنه ورحمة الله عليه رحمة واسعة قلت له يا مولانا أنا لا أصلح للمنصب اللي حضرتك عرضتوا علي أنا مش هقول لكم المنصب ده كان إيه تعفوفا يا مولانا أرجوك طولد مني في عصر الإخوان أن أمسك حاجة في القيادات الإدارية وحق لا إله إلا الله من الوزير نفسه شيخ الدكتور عفيفي وهو حي يرزق ربنا يدي له صحة يعني وأنا اعتذرت له قلت له يا مولانا أنا أشتغل من وراء الكواليس ومش هقول لكم بقى الجهات التانية اللي طلبت مني أن أنا أتحط في مناصب أو أتحط على كراسي في مناصب وإنما طبعا اللهم لك الحمد أنا لا أصلح أصلا لوظيفة حكومية أنا معرفش أمسك الورق والألم وشغل المكاتب أنا مش إداري أنا رجل دعوي أنا مع الناس أنا داعية أنا خلقت لكي أكون داعية مع الناس أخدي من الناس أرد عليهم وتقدروا تقولوا إيه الشيخ الوحيد اللي تلفونه مفتوحة 24 ساعة لكل من هبه ده أي حد أي حد عوز يتصل والكل اللي شايفني يشهد بهذا وموجود رقمي على النت ومعنديش أي وبالتالي أنا معنديش منافع شخصية مولانا لما بقولك على فتوى انسى وعاوزك تتجرد ولذلك أنت مش حد إداره تلود راعي ولا تكسر عيني ولا تدعي أنك أنا خدت منك فلوس ولا ما يمتك ولا بضغط عليك وزاريا أنا مش حد خالص أنا لا طمعان لا في كرسي مشيخة ولا كرسي وزارة ولا حتى عمل إداري أنا في أنا إمام وخطيب ومدرس في وزارة الأوقاف واخد أجازة دول مرتب كمان من وزارة عشان أدفع أنتوا عارفين أنا بفتكر الله يرحمه ويغفر له فضيلة الشيخ الشعراوي أنتوا عارفين قصة مش بتلاحظوا أن الشيخ الشعراوي ما كانش بيلبس أزهاري أقول لكم القصة إيه هتستعجبوا ليها عشان تستمتعوا بهذا الرجل الفز الشيخ الشعراوي والله يرحمه ويغفر له ويعفو عنه اتجرب الوزارة سنتين اتنين وبعد كده قال توبة توبت إلى الله ورجعت إلى الله كفاني من الدث مغرفة قاليت على نفسي أن لا أوضع فيه أمر ينزعني فيه غيري خلاص أنا كده مش هروح تاني فلاحظ أن الشيخ الأزهر وقتها كان بدأ الوشاه ما إحنا عندنا كمشايخ برضو عندنا ناس والعزو بالله إيه الحق يا مولانا الشيخ خالد بيلسن عليك إيه الحق يا شيخ خالد الشيخ فلان بيلسن عليك يعني مقصالة أنا خسرت الشيوخ كتير جدا بسببها كده إيه الحق يا مولانا إيه الحق يا مولانا يمكن ما عداش من المسبحة دي في حياتي على ما أذكر ما عداش من المسبحة دي غير الدكتور سعد الهلالي ما بيصدقش أي كلمة تتقاله عني ولا أنا بصدق كلمة تتقال عنه ولا والشيخ رمضان عبد المعيز ربنا يديله الصحة ويحميه لا بيصدق كلمة تتقال عني ولا أنا بصدق كلمة عنه وأي حد بعد كده يقول أي حاجة أقوله أنا كده أنا أسوأ من اللي انت سمعت وخلاص إنما في بعض الشيوخ تتحكم عليهم البشرية فالمهم الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه الله يغفر له ورحمه لاحظ إنه الشيخ لازهر في وقته كان بدأ بعض الوشاين إلوله ده الشيخ الشعراوي راسم على المشيخ ده الشيخ الشعراوي عاوز يبقى عارف الشيخ الشعراوي عمل إيه رح قالعي العمامة وقال له لن ألبسها بعد اليوم يا مولانا قادل عمه إيه أنا حلبس الطائية والجلابية ها أبعد ما يكون شوف أهو ده من الأمور الخاصة جدا اللي أنا بنقلها لحضراتكم علشان أحيانا بيبقى الشيخ عاجز أو الرجل المتجرد عن الأمور بتاعتكم بتاعت الدنيا دي بيبقى عاجز عنه يوصل المعلومة للناس يا جماعة احنا مش عاوزين لمناصب وانا يا جماعة أمسط حاجة كنت رشحت نفسي في مجلس الشعب تش ملاحظين أنا حتى مجلس الشعب ما فكرتش ولا أريد ولا أحب أن أوضع على كرسي برلماني ما نشأده لإني دي أمانة ما نشأده وأنا الحقيقة الحمد لله رب العالمين أنا وصلت لسن يخليني زاهد في المنصب يعني مش هيضرف لي حاجة بقى خلاص الحمد لله وكفى الله المؤمنين مش شر القتال ما فيش شر القتال في القرآن اصحى للآية وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزة فلما يحاولوا كل شوية يحاولوا واقعوني مع ممثلين طب يا إخواننا أجأ انطقت دور في فيلم أو دور في بتاع يروحوا واقعيني مع الفنانين الفن الشيخ خليط الجندي بيشتم الفنان فلان الفلاني والشيخ خليط الجندي بيشتم الفنانة فلان الفلانية أنا باشتم أنا لا بشتم ولا أنا باتكلم على الدور إن كانت في أي أدوار تتسم بأي وسحات ولا أي قذرات ولا أي خروج عن مجتمعنا ده أنا حقاوم وقاوم ومش حتطرمه سناني ومش حتقصه دوافري حتاني أقول وقاوم ولازم المجتمع يتعاون معايا اللي خايف على ولاده ينضميلي في الدعوة لتطهير الفن وتطهير الثقافة وتطهير الفتوى وتطهير كل شيء احنا عاوزين نرجع تاني منظومة أخلاقية نتعلم ناخد من الشعوب التانية حتى يا جماعة مش عيب مش عيب إن احنا مرنا في فترة تدهور أو في فترة النقوس نرجع تاني نضم بعض تاني اتعاونوا معانا اتعاونوا معانا ولتكن منكم أمة يدعونا إلى الخير وأمرونا بالمعروف وانهاونا عمونكر إليكم المفلحون وبقول للمشايخ انتوا ناس محترمين انتوا نعالكم فوق دماغنا كلكم إنما ما تخافوش يا جماعة بعضكم بيخاف لسه أنا خلينا اتكلم معاكم بصراحة وما تزعلوش مني فبعضكم بيخاف مش عاوزين نخاف وبعضين لما أنا انتقد كلام أنا مش دعوه بالمتكلم لما أنا أتكلم عن عقيدة ما ليش دعوه بالمعتقد لو أنا تكلمت عن فكر ما ليش دعوه بالمفكر لو أنا تكلمت عن رأي ما ليش دعوه بصاحب الرأي صاحب الرأي والمفكر والمعتقد على دماغي من فوق إنما خلونا نكون موضوعيين كان فيه فيلم كده يا رزيز او انا فكره كان فيلم جميل تعرفوا بس ان احنا برضو ايه بنقدر الفن الراقي كان اسمه فيلم الفتوة بتاع فريد شوق الارحم وزاكره ستم الجيل العمالقة دول فبعدين في اول الفيلم كان رجل بيبيع بطيخ من مزارع بتاعة الملك فالرجل بيقول بطيخ مولانا بطيخ مولانا ففتح فريد شوق البطيقة فلقاها وحشة مسخة رحتفف ايه ده قاله انت بتغلط في مولانا قاله انا غلط في مولانا الرجل بيقول انا غلط في مولانا قاله ايوة طالما بتقول على بطيخ مولانا اقرع يبقى مولانا اقرع فطبعا فريد شوق كان عمل دور قاله انا احب على مولانا وعلى راس مولانا اروح مسك البطيقة حقك علي يا مولانا ناخد فاصل ونواصل ابقوا معنا مساجلة تليفونية لطيفة جدا اشترك فيها مشايخ وعلماء كانت اكتر من ممتعة اللي شافها اتمتع هو الحوار ما بين المشايخ ممتع احنا ما فيش كمشايخ بيننا وبين بعض الحالة اللي الناس متصورينها احنا مش فنانين ولا لعبة كرة ولا لا كلنا بنحترم بعض ولما بنشوف بعض بنبوس ايدين بعض ودماغ بعض وعلى راس بعض كمان وعلى عين بعض مفيش اي مشكلة انما طبعا كان معنا الشيخ صبر عبادة وهو وكيل وزارة الاوقاف فالرجل بيتكلم الرجل بيقول رأيه في المسألة طلعت بعض المواقع وزارة الاوقاف ترد على خالد الجن الرجل الشيخ صبر عبادة ده عالم رجل مفروض بيقول رأيه في الموضوع وعموما الشيخ صبر عبادة عشان ترتاحه خالص مبارح عالب كده على قالك هو العقد ينفع نقول انه من شروط عقد الطلاق ننفع نقول انه من شروط الطلاق حلوة قوي هذه نتيجة حالة الموقف كويس قوي خير وبركة كلام فيه اخده ورد وبعدين ما حدش فيه ناستبد برأيه المسألة مطروقة لش اختيارات الناس كان معنا الدكتور كريمة دكتور كريمة المقاتل الشارس الجميل بس الدكتور كريمة قال كلام الحقيقة كان رافض الموضوع لكن قال كلمة عجيبة جدا اصارت استعجابي وبيقول ايه الدكتور كريمة مبارح بيقول وهذه الامور لابد فيها من الرجوع الى الدار الافتاء وهذه ايه الامور تخيل حضرتك لما واحد بالعمة دي واللبس الازهري ده ويطلبني الشيخ كريمة ان انا ارجع لدار الافتاء تخيل حضرتك لما تسألني وما انا قلت له كده انا قلت كده مبارح انا قلت الابراشي كده مبارح قلت له يعني انا حضرتك درست في الازهر وكل اصول الدين وتخرجت في الاوقاف وبقيت لبس اللبس الازهري ده عشان لما واحد يجي يسألني السؤال اقوله طب استنى اروح اسأل دار الافتاء وارجعلك طبعا انا اوعى تفهمه او بعض الناس قال لك بس بيتري على المفتاء بيتري على المفتاء اعوذ بالله ده المفت ده سيدي وتاج راسي غصبا عنكم سيدي وتاج راسي غصبا عنكم هما وكل المشايخ الافتاء غصبا عنكم بس عشان تبقوا الامور واضحة مش هسمحلكوا تحمضوا ما بين المشايخ خلاص انما ما ينفعش اروح اسألهم اشوف شغلانة تانية بقى ان ممكن نتشاور مع بعض ممكن ويقول رأي يعجبني ويقول رأي ما عجبنوش ممكن حاجة انا معرفهاش اسأل زميل ما فيش اي مانع في هذا وفوق كل ذي علم عليم احنا ما عندناش كبر على العلم انما ما ينفعش ان كل واحد ما يسألني اقول له استنى اصلي دي من الامور المدلهمة الامور يا فاضيلة الدكتور كريمة الكلام كده ما ينفعش وبعدين لازم ايه تخال حضرتك ان انت فاكر انت لما يعني متخال انت لو لو روحت تستغيث بعسكري او امين شرطة ولا زابط راح الزابط قالك استنى ما اتصل بالبوليس يا بوليس يا بوليس ده انا ماسك زابط بقوله الحقني راح لزابط شرطة بقوله الحقني لقيت الزابط وليه يا بوليس يا بوليس حيحصل لك ايه حيجي لك فزع تخال انت حاجة ما تروح لدكتور تقول لا دكتور حت دي واجعاني وهو لابس البلط ولا بياد والسماع يقولك يا ها لا ده انت لازم تعرض نفسك على اول دكتور قال لأ ام حضرتك ايه تخال انت لما يجي لي واحد يسألني في الدين اقول له لا استنى ما حضرتك اروح بس دار الافتوى ام انا شغال ايه قلت له مو انا ترشاجي ولا بتعبطات طبعا على فكرة حييجي واحد دلوقتي برضو حينط في الموضوع الشيخ خالد الجندي يسخر من الترشاجية الشيخ يهاجم بتوع البطاطا ما احنا فاضيين انا طول الوقت عمال ارد على مواقع الحقيقة بيعملوا مشاكل بشكل سازج تماما انت شوف عندك حضرتك مثلا شوف جريدة الدستور الموقع بتاعها بيقول ايه بالفيديو فتوى لخالد الجندي تتسبب في كارثة لزوجين انا قلت لبستهم في قطر العياط واقعتهم في السيل بتاع اسكدين واقعتهم مع بطيخ مولانا ايه 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 فتوى لخالد الجندي تتسبب في كارثة شوف ده الكلام اللي بيتقارى انا بس بوريك بعض الناس طبعا بيروح قاري العنوان ومشاير وفتوى لخالد الجندي تتسبب في كارثة لزوجين طب ايه كارثة لزوجين ان رجعتهم لبعض اديني عقلك اديني عقلك يا أستاذ يا محترم محترامي الكامل لصحاب البرنامج أنا تسببت في كارسة أن جمعت شامل أسرة وبما يرد الله يعني جمعتهم مش بما يرد الله بس بما يرد الله وبمعرفة الدولة الدولة اللي الورق بتاعها بيقولوا أنهم لسه زوجين يبقى أنا اللي ودتهم في داهية ولا اللي خرب البيت اللي ودهم في داهية أنا اللي ودتهم في داهية وعملت لهم كارسة ولا اللي فرق أسرة وشرد عيال وقع علتين في بعض وخربها من ساسها الرأسها هو اللي ودهم في دهيا أنا اللي عملت كارثة أني أنا بعمل على حماية بنتي وبنتك وأختي وأختك وأمي وأمك وزوجتي وزوجتك أنا اللي ودتهم في دهيا أنا اللي عملت الكارثة علشان بجيب حق إنسانة مضيعة في مجتمع ذكوري لا يعترف بأي حق للمرأة المرأة المصحوقة المرأة المهانة في مجتمعنا المرأة التي لا حق لها لما أوجد لها حل ومش ده تجديد خطاب الديني بأنتوا جايين تكلموا تقولوا تجديد خطاب الديني بالمؤتمرات يعني هو تجديد خطاب الديني بالمواعز يعني هو تجديد خطاب الديني إنك تلبس ساعة جديدة تجديد خطاب الديني إنك تلمع العمة تجديد خطاب الديني إنك تقص دوافرك تجديد خطاب الديني إنك إنت حضرتك يغيروك من مسجد لمسجد او تظهر قدام الكاميرا يا جماعة يا مشايخ ما تخافوش الا من اللي خلائكم انتو كلكوا اهل علم واهل فضل لازم تجتهدوا لازم والله على الاقل انا عملت اللي علي يعني انا مش ملزم ان الناس تنفس ده انا علي بذل الوسع والطاقة هذا ما استخرت الله فيه هذا ما ادينه الله به وقلت لهم اللي عاوز اللي مغرم بكلمة استاذ فقه عندنا رجل هو الشيخ كريمة بيقول انا رجل يا واقل يا براشي انا دارس ثمن مذاهب فرديت عليه قلت له يا دكتور كريمة انا عندنا واحد موافع على رأيي دارس 16 مذهب مش تمن مذاهب بس استاذ استاذ اسات زيت الفقه المقارن في العالم الاسلامي مش في الاظهر بس الفقه المحترم الدكتور سعد الهلال رأيي فيه كده يمكن انت شايفه عالم عادي انا حر كل واحد حر انت رشايفه عالم عادي انت حر لكن انا شايفه ده فقه الام خلاص راجل قال عمل كتاب كامل ابطال الطلاق الشافوي للمتزوجين بالوثيقة الرسمية فبتبقى الخلاصة ايه مش انا عملت كارسة على حاجة احنا واوجدنا حل لملايين الاسر اللي مصر وصلت للمركز الاول في الطلاق بلاش واكسة ده احنا حالتنا كرب فهل معقول ان احنا نسلم حياتنا العائلية لتقدير شيخ ما هو ده سؤال بسأله الضمير كل مشاهد ومشاهدة الشيخ ده شايف انها طالق الشيخ ده شايف والله مش طالق الشيخ التالت ده شايف ان المسألة ده لدرجة ان الدكتور صابري عبادا بارح قال كلام الله يكرمه كله علم انما عادت افكر فيه قلت ده كلامه ولا اي نشتان يعرف ايسو لما يقول لك والله الحالة هو الراجل المطلق في حالة الغضب المرتفعة ولا في الحالة المتوسطة متوسطة ايه يا دكتور صابري ومرتفعة ايه يا دكتور صابري ويا دكتور صابري انت راجل عالم ومحترم واحنا كلنا بنحترمك بس مين يقدر من الناس اللي في الشارع يقدر جايب ترموميت يقيس الحالة المتوسطة والحالة المرتفعة والحالة يا جماعة مش كده يا جماعة ارجوكو احنا احنا بنعمل عموما انت عندك رأيين المشاهد الكريم عنده رأيين رأي دار الافتاء وعلماء الافتاء اللي ليهم قبل ما تكلمه الاحترام والتوقير والتبجيل والاعزاز والتقدير والاحترام ولا يجرؤ عالم انه يمس شعره من عالم انا العمامة دي عندي انا ليها احترام وقداسة عندي شيء كبير او فعندك رأيين رأي بيقول ان الطلاق الشفوي يقع اللي يقول لمراته انت بقى كده ويقع وبالتالي حيضطر ان هو يقسم بين الوضع الشرعي والوضع القانوني يعني يقولولها انت طالق شرعا انما مش تقدر تجاوزي الا لما تخلص الوضع القانوني يعني تقدر تقول كده ايه طالق مع وقف التنفيذ طالق مع وقف التنفيذ طالق مع وقف التنفيذ دي قد ايه الله اعلم الست لو ماتت اثناء الطلاق دوت من غير ما يطلع عليها الاسيمة وهو لسه بقى ما طلع عليهاش الاسيمة وده بيحصل كتير تمام مو حتورسه لا حيورسها ولو هو مات حتورسه يلا يا ما شايخ شيله بقى وبحمل اي شيخ من اللي بيفتب بوقوع الطلاق الشفوي مسئولية كل طفل اتشرد وكل طفل فقط حياته العائلية والاسرية وكل امرأة انحرفت علشان تحاول تجيب محلل عشان تتصرف مع جزهة اللي طلقها بالبق انا بحمل كل واحد من النسئولية كاملة عظيمي الكلام واضح في منتهى الثلاثة ما فيش اولا بنفعل ولا وانا الموضوع ما يخفصنيش انا بقولك الرأي اللي قدينه الله به وهو ده الاجتهاد الاجتهاد اللي احنا كلنا ولا انتوا اعوزين تقولوا بابل اجتهاد تقفل انا بس للاضاحة يعني الامر التاني عندك يعني رأي تاني زي الرأي اللي انا قلت له لحضرتك واللي فيه دكتور سعد الهلالي قال انه الطلاق الشافة ولا يقع يبقى اللي عاوز يخربها عنده الرأي ده اللي عاوز يعمرها عنده الرأي ده شوف انت عاوز ايه قبل كده قلت الاستاذ محمود سعد وقلت له بص ريح دماغك اللي عاوز يخلص من مراته حيقولها مين خالد الجند ده بقى لاش كلام فارد اللي عاوز يحافظ على بيته قولها لا ده الشيخ خالد الجند قال ما يقعش الانسان سيد نفسه وانت سيد نفسك لا تسلم نفسك لغير الله وافتكروا قول الله عز وجل ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله اوعوا تتخذوا اربابا بعد الله سبحانه وتعالى اسمع الفتاة واسمع ده ووجه تنظره واسمع ده ووجه تنظره واللي في ضميرك يعمله ولا تجعل على نفسك سيدا إلا الله وناخد شوق التليفونات بقى وحشتونا ام محمد معانا اهلا وسهلا السلام عليكم فضلت الشيخ وعليكم السلام يا هانم اهلا وسهلا انا والله عندي سؤالين اول واحد ايه الحكمة ربنا سبحانه وتعالى قرر كتير قصص الانبياء في القرآن نعم قصة نوح وهود وعاد وثمود نعم متكررة كتير تمام وقصة موسى تاني سؤال انا ستة كبيرة ومسنة ومرضي بيخليني وانا ما بقرأ القرآن مش مركزة ولا عارفة بقول ايه ومخي ساعت يتو مني نعم سأل انا كده اقجر ولا اكني ما قردش حاجة ربنا رأي حضرتك حاضر يشفيك ويعافيك ويعفو عنك مين معانا؟ نجلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم سلام ورحمة الله وبركاته انا هستأذن حضرتك اقول كلمة سريعة وهاخد فتوى قصيرة فضالي يا فن الكلمة السريعة ان انا اولا بحمد الله على ان انا كوني مصرية ومسلمة ربنا انعم علينا بشيخ زي فضيلة حضرتك بالسماحة والبساطة والثقافة يعني انا عاجز لساني عن ورس الشخص الكريم اللي قدامي ده انا دكتور انا الحمد لله بكون ضيفة في معظم قنوات ما سبيره في غير القنوات الصباح او مسائي انا من زمان وانا عملة هجوم على الفن الهابط وبهاجم كل الاعمال الدرامية والاغاني والافلام السيئة اللي حضرتك تناولتها فعلا كده بالضبط لان ده جريمة في حق شبابنا وفي حق المجتمع ولا اخفيك سرا ان دلوقتي ما بيعديش اسبوع لما بتحدث جريمة قتل للأسف بين اطفال في مدارس اعدادي وسنوي بيقتلوا بعض بسبب الحاجات اللي حضرتك تعربت اليها واللي اصحابها للأسف اللي بيقوموا ميها معترضين على ان السيابتك بتخطبهم وبتوجههم لان ده شيء سيء وبزيء للمجتمع فانا بدوم صوتي لصوت حضرتك وفضلتك وبقول لحضرتك ربنا معاك وإحنا معاك ونتمنى يا ريت لو حضرتك نعمل جمعية او نعمل اي شيء اجتماعي بارز بحيث ان احنا نعمل فيه حملة فعلا لان انا شايف الاعلام ساكت وصامت تماما عن كل البزاقات اللي بتأذي ولادنا وبتأذي المجتمع وبتعربنا كلنا لجرم لن يغفرها الله لنا ولا لأي مسؤول فاتمنى يا فضلت الشيخ ان حضرتك انت والائمة الاجلاء اللي في نفس ثقافة حضرتك ووعيك وغيرتك على الدين وعلى المجتمع نعمل شيء نواجه به الناس دون اللي ليس لهم اي مصلحة الا الكث بالماد فقط وضيع الدنيا وضيع المجتمع وضيع كل ما هو بعد ذلك اللي هي اول حاجة الثاني حاجة الفاتوى بس اللي انا عايزة استفتحى حضرتك فيها وهي في حالة ان انا لما اتمن انسانة عزيزة بالنسبة لي بانها بتشتري العقار وانا في سفر فالعقار ده وليكن نتمنه مثلا خمسين الف جنيه فاعطتها الخمسين الف جنيه لانها هتسددهم قيمة شهرية للمكان بالقصة اللي انا شريعة وهتستلم وصولات فبعد ما سهب مرجعت من سفري سألتها سددت المبلغ قالت نعم فطلبت منها الوصولات اللي هي بالخمسين الف اعتطني وصولات فقط بتلاتين الف اولا الانسانة دي مصدر امانة ومصدر صدق وانا اثق فيها تماما مثل زي نفسي ولكنها يعني قالت ما جاوبتنيش عن العشرين الف راحوا منها فين قالت انا مش متذكرة هل خدوهم مني رشوة هل ضعوا مني هل جبت هل وصولاتهم راحت يعني ماهيش متذكرة تماما العشرين الف ده الراحة فين طب انا موقفي ايه دي الوقت يا فضلت الشيخ هل اطالبها وقالزمها وهي سريع ومقتدرها هي اولادها وتملك ما شاء الله عقارات واموال كثيرة انعم الله عليها بنعم وافير هل حق وانا المبلغ ده اعتبر زوء اهمية بالنسبة لي هل اصر على حقي واطالبها بيها او او يعتبر دين فرقة بيتها هي اولادها وهي مسؤولة عنه لاني اقتمنتها عليه ولا ولا خلاص احتسبها عند الله الجهة الجهة اللي بتدفع لها المال او الاجار ده قالوا ما اخدناهوش وانقول احنا ملناش علاقة وما سلمناش منها حاجة تمام ناشفا شكرا جزيرة لك اه الحياة طبعا يعني احنا اتوعدنا بخمس دقايق دلوقتي اضافيين متشكلين للمخرج جدا انا عاوز اقول سيدة محمد بتكلم عن تكرار القصص تكرار القصص في القرآن اللي اسمعوا مني المعلومة دي على الهوى لا يوجد في القرآن اي قصة مكررة اظن الكلام كده واضح لا يوجد تكرار للقصص كل قصة فيها ملمح فني يختلف في الاداء وفي الصورة وفي الشكل غير التانية يعني اما تلاقي في قصة في مشهد العصة بتاعت موسى كمثال تلاقي يا ربنا يقول ايه فايزا هي حيات تسعة وفي اية تانية فايزا هي صعوبان مبين وآية تالتة فلما رأيها تهتز كأنها جان تصويره كأنها جان غير الصورة المتاخدة تهتز كأنها جان غير المشهد بتاع الحي بتاع التعبان غير المشهد بتاع الحية يبقى كأن العصة تحولت الى كذا لو ركبت الصور وراء بعضيها هتكون الصورة المتحركة فده السبب في تكرار القصص كونك مريضة وعجوزة وبتقري القرآن وفي معاناة وانت لك اجرين من الله عز وجل وربنا يختملك بخاتمة السعادة وتمتي على القرآن بعد عمر طويل اللي هو بقى حسن الخاتمة فطبعا لك الاجر ده ربنا جاب لنا حروف لم تعرف معناها الى الان زي كاف هيا عين صاد حاميم ميم راء ميم نون كل الكلام احنا لا نعرفه حقيقة معناه الا ان الله تكفل لنا باعطائنا عشر حسنات على كل حرف من هذه الحروف فلو قلنا زي ما النبي قال لا اقول الف لم يم حرف ولكن الف الحرف ولام الحرف وميم الحرف فأبشري بالخير والفضل وديك التابعين كده واحنا هنقعد نشرح مع بعض سنة سنة ان شاء الله الدكتورة انا جلاءت كلمت على التطور المجتمع في الدفاع عن اخلاقياته وفعلا كده احنا ندفع عن نفسينا يعني انقارت خلاص سمعتنا بقى والله العظيم والله العظيم انا نسيت اقول لكم وانا في المملكة عرب السعودية بفتح قرارات كده وفوسط اخوانا السعودين وايه واذا بيه حلقة عن مدرس في مصر هنا جايبينه في الحلقة برضو عشرة مساء ولا ايه المدرس الطالب ضربه والمدرس قاعد مجبس كده هو في قلب المستشفى عمالي عيط والدكتور بيقول بسم الله الرحمن الرحيم احنا فعلا جانا المدرس فلان فلاني عنده اشتباه ما بعد الارتجاج وكان فقد النط وحالته العصبية هسترية والمدرس عمالي عيط وانا ده من مين ده زنب مين ده مين اللي يجيب حق المدرس ده المدرس اللي اتضرب دوت ده مصر اللي اتضربت فضحتنا بجلاجل فضحتنا بجلاجل ان ما كناش حنحمل المدرس وهو واقف يدي ان ما كناش حنرجع للمدرس كرمته شوفولكو شغلانة تانية يا شعب يا شعب مصر ان ما كنتوش حترجعه كرمة العالم وكرمة المدرس ان ما كناش حنحمل عرض القاضي وعرض المحامي والله ما نستاهل نقعد في البلد دي دي اواحدة ودي نقولت ونت حرين انا باقترح على زعيم الاخلاقيين القانونيين الاستاذ الدكتور سامير صابري المحامي انه يتبنى هذه الحركة الاخلاقية ويأسس هذه الرابطة الاخلاقية اللي نعلن بها رفضنا لأي منهج اخلاقي شاز وخارج عن المجتمع وبدع كل اخواننا من المسيحيين المحترمين انهم ينضموا لهذه الرابطة الاخلاقية علشان نثبت للناس ان الشعب ده نسيج واحد ووطن واحد وشعب واحد اما بقى الايصالات انا طبعا طالما بتقول انها ثرية واضح تماما انها ما دفعتش كما الحال اللي انت بتقوليه انها مش عارفة الفلوس راحت فين انت هي مطالبة بالضمان لهذا المال الذي اخذته منك الايصالة لهذا المكان اللي هتوصله لي خاصة انك انت تأكدت ان المال لم يصل وان الست غنية وسريعة وتقدر تدفع انما انا خدت بالي من حاجة معينة عارفين هي يا جماعة ان الست اللي عيار بينها وبين الست التانية صديقتها ورقة ما فيش ورقة يبقى ما فيش فلوس ما فيش ورقة يبقى ما فيش وصل عشان عشين الف جنيه امال اللي بيفرته في النسوانهم بكلمة امال الشيوخ اللي بتفتي بجواز اني واحد يضحي بمراته وعياله ويتخرب بيته بكلمة يا رب اهدي ما شيخنا وصلح الحال معنا احنا وازواجنا صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله ونشوفكم في حلقة بكرة ان شاء الله ونشوف حيحاولوا يوقعون مين مع مين في الليلة اللي جاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة